كبرت وبقى عندها 15 سنة وجمالها خطف عين كل اللي شافها وما كانش مصدق انها بنت الفنان ده وانه عنده بنت بقت عروصة زي الامر كده حبيبة عمر سعد بنوتة زي الامر ظهرت فجأة بعد ما كان والدها عمر سعد خفيها عن الاضواق والاعلام ومش بيخليها تظهر معاه في اي مكان واول معيد ميلادها حضر هنا بقى كل حاجة اختلفت وبما ان البنوتة كبرت وكمان السوشيال ميديا عمر بقى مهتم بيها عن زمان كتير فظهرها قدام الناس وكانت المفاجأة لكل الجمهور وان حبيبة شبه باباها اكتر من مامتها وملامح حبيبة جزء من عمر وحبه ليها مالوش مسيل ما هي البنوتة الوحيدة في ولاده مع اخين ولاد وهي بقى اللي في النص واخوها رابي اكبر منها وكمان في اخوها الصغير علي طبعا اسم حبيبة ناس كتير جدا استغربته بعد اسم رابي اخوها الكبير بس برضو اخوها اللي اصغر منها اسمه علي فخلاص بقى الاسم الغريب هو اسم اخوها الكبير وبس حبيبة باباها سايبها براحتها في اللبس ومش بيخنق عليها زي ما ناس كتير كانت متوقعة من شخصية عمر سعد الشرقي وان يكون قافل على البنت الزيادة عن اللي زوم بس الكلام ده مطلقش حقيقي وحبيبة بتلبس براحتها وكمان لبسها الجريء شويتين وعلى راحة راحتها خالص اما بقى المايكب فالناس استغربت انه مكبر شكلها ومديها اكتر من سنها كمان الدكتورة شايماء والدت حبيبة بنتها في حتة تانية عندها ودايما في ظهرها ووعدتها كتير قوي انها مش هتتخلى عنها ابدا وحتى في صورهم سوا بتعلق عليها بالطريقة دي وده لان الدكتورة شايماء بتعتبرها بنتها وصحبتها ورافقة عمرها كمان وتقريبا بيقضوا طول الوقت مع بعض سواء بقى في صفر او خروجات او اي حاجة بيعملوها سوا ورغم كل ده بس الناس دايما بتقول ان حبيبة مش شبه مامتها وشبه باباها اكتر رغم انها واخدة منها ملامح ده غير ان الناس لما بتشوف صور لحبيبة عند مامتها بتطلب ايدها للجواز وهو البنت زي الامر فعلا حبيبة بنت عمر سعد من وهي صغيرة بتحب الرسم والفنون وانها تربط وسط الفنانين من والدها وعمها وكمان والدتها اللي لها اصدقاء وصادقات كتير من الوسط الفني ده غير ان والدتها كمان بقت مزيعة مؤخرا وبقت في المجال الاعلامي والفني اكتر ومع جمال البنت المميز في ناس كتير بدأت تسأل هل هي ممكن تبقى ممثلة قريب؟ وعمر سعد يدعمها زي ما دعم ابنه الكبير رابي في اول فيلم ومسلسل ظهر فيهم وبعدها لقى ابوه لعند الناس ولا لقى ومش هيرضي يخليها تدخل المجال وهيطلع عليها حتى تراجل الشرق اللي معروف عنه وطبعا لحد دلوقتي مفيش اجابة على الموضوع ده بس في حاجة غريبة جدا تخلينا نروح اني لسه حبيبة والدها كمان ما قرروش موضوع التمثيل وهي انها بعيدة عن كل مواقع التواصل الاجتماعي واني حتى اكاونت الانستجرام بتاعها مهجور من زمان وما نزلتش عليه ولا صورة بقالها سنين طويلة يعني تقريبا من 6 سنين ولما رجعتيني تشغل الاكاونت بتاعها كان الكلام دا من 6 شهور بس هي كمان ما عملتش زي ولاد الفنانين وفنانات كتير الفترة الاخيرة وما راحتش على التيك توك وتعرفت من هناك بالعكس تماما هي ما ظهرتش اصلا الا عن طريق والدها ووالدتها وده يخلينا نقول انها في الغالب ملهاش في السوشال ميديا ولا الشهرة ولا التمثيل في دماغها ولا انتم اي رأيكم؟